بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيز الطالب في الوحدة الثانية التي تتحدث عن الحكم وأقسامه نبدأ الحديث أولا بتعريف الحكم في اللغة وفي الاصطلاح فنقول إن الحكم معناه في اللغة المنع ومنه الحكيم لأنه يمنع نفسه ويصرفها عن هواها والإحكام هو الإتقان أيضا وأما الحكم في الاصطلاح فعرف بأنه إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا مثال الإيجاب زيد قائم ومثال السلب زيد ليس بقائم أما أقسام الحكم فإن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي نبدأ بالحكم الشرعي وهو ما لا يدرك إلا بخطاب الشارع وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل أما الحكم العقلي فهو ما يعرف العقل فيه النسبة إيجابا أو سلبا وأما الحكم العادي فهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة كإثبات خصائص الأدوية فيما تستخدم فيه ولعلك تدرك معي أن المراد من هذه الأقسام الثلاثة هو الحكم الشرعي الذي سنفرد الحديث عنه بالتفصيل فنبدأ بتعريفه وشرح هذا التعريف فنقول عرف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع أما ما يتعلق بشرح التعريف فكلمة خطاب الله تعالى الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير ليسمعه والمراد بالخطاب هنا الكلام المخاطب به وخطاب الله تعالى يشمل هنا كل ما ينسب إليه سبحانه سواء أكان مباشرة كالقرآن الكريم أو بالواسطة كالسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة الشرعية لأن هذه الأدلة خطاب من الله تعالى لكنه خطاب غير مباشر أما السنة النبوية فهي وحي إلهي قال تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى وقد أمرنا الله عز وجل بوجوب اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفته وأما الإجماع فلأنه لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة فهو بهذا لاعتبار راجع إلى القرآن الكريم أيضا وأما القياس فلأنه ليس مثبتا للأحكام وإنما هو مظهر لها وكاشف عنها والمثبت لها عند التحقيق الدليل الذي يدل على حكم الأصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أما كلمة المتعلق بأفعال المكلفين فإن التعلق معناه الارتباط وكلمة المتعلق قيد في التعريف لبيان الواقع لأن شأن الخطاب أن يكون متعلقا والأفعال جمع فعل وهو ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد وليس المراد به ما قابل القول والاعتقاد لأن الحكم كما يتعلق بالأفعال مثل إيجاب الصلاة والزكاة والحج يتعلق أيضا بالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة وكذلك يتعلق بالاعتقاد كاعتقاد وحدانية الله تعالى وأما كلمة المكلفين فالمكلفون جمع مكلف ويراد به البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وكلمة بالاقتضاء أو التخيير الاقتضاء معناه الطلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك وسواء كان كل منهما جازما أو غير جازم فطلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن كان غير جازم فهو الندب مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والذي جعل هذا الطلب غير جازم قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته ومعنى ذلك أن الأمر في أصله للإيجاب ولا يصرف عن الإيجاب إلا إذا قامت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى معنى آخر كالندب أو الإباحة وأما طلب الترك فإن كان جازما فهو التحريم مثل قوله تعالى ولا تقرب الزنا وإن كان غير جازم فهو الكراهة مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه مسلم فالنهي في هذا الحديث للكراهة لا للتحريم لأن تحية المسجد ليست واجبة حتى يكون تركها حراما وذلك لانحصار الصلاة الواجبة وجوبا عينيا في الصلوات الخمس المكتوبة وأما التخير فهو التسوية بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ويسمى الإباحة فالمكلف يباح له الفعل والترك من غير مزية لأحدهما على الآخر مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فهذا خطاب من الله تعالى للمكلف قصد به إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام فيكون المكلف مخيرا بين الاصطياد وعدمه إذا تحلل من إحرامه والقرينة التي صرفت الأمر هنا من الوجوب إلى الإباحة أن الأمر وارد بعد حظر وبذلك تكون كلمة الاقتضاء والتخير متضمنتين للأحكام التكليفية الخمسة الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة تأتي فقرة أخيرة في التعريف أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع وكلمة أو هنا للتقسيم والتنويع وليست للشك والمراد بالأعم من أفعال المكلفين ما يتناولها وغيرها وذلك على سبيل الوضع والوضع هو الجعل على نحو خاص كجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا وصلنا الآن إلى التفرقة بين الحكم عند الأصوليين وعند الفقهاء فنقول إن الحكم عند الأصوليين هو الخطاب الذي وجهه الشارع طالبا به من المكلف فعل أمر من الأمور أو الكف عنه أو مخيرا بين أن يفعل أو لا يفعل أو جاعلا شيئا من الأشياء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا فنحو قوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كل هذه أحكام عند الأصوليين باعتبار أنها دالة على الخطاب المتعلق بفعل المكلف وهو الحكم التكليفي أو الأعم منه وهو الحكم الوضعي أما الفقهاء فيرون أن الحكم هو أثر ذلك الخطاب الذي هو عبارة عن ثبوت الوجوب للصوم والحرمة للزنا وشرطية الطهارة للصلاة فالحكم عندهم هو أن الصوم واجب والزنا حرام والطهارة شرط لصحة الصلاة وهذا الاختلاف وإن كان لا يترتب عليه أثر عملي إلا أنه يمكن القول بأن اصطلاح الفقهاء أولى وأرجح لأننا نستطيع بناء على اصطلاحهم أن نميز بين الحكم ودليله بخلاف اصطلاح الأصوليين الذين يرون الحكم نفس الخطاب فلا يمكن بناء على تعريفهم التمييز بين الحكم ودليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو غير ذلك لعلك لاحظت معي من خلال تعريف الحكم الشرعي أنه ينقسم إلى نوعين النوع الأول خاص بأفعال المكلفين وهو الحكم التكليفي والنوع الثاني يشمل أفعال المكلفين وغيرهم وهو الحكم الوضعي ولعلك لاحظت أيضا أن الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير وأن الحكم الوضعي هو الخطاب المتعلق بالأعم من أفعالهم على جهة الوضع والمراد من الأعم من أفعال المكلفين ما يشمل أفعال المكلفين وغير أفعال المكلفين تقدم في شرح تعريف الحكم الشرعي أمثلة الحكم التكليفي بقي علينا أن نذكر أمثلة للحكم الوضعي فنقول أولا قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا حكم شرعي وضعي لأنه خطاب من الله تعالى جعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما هذا خطاب جعل السارقة سببا لقطع اليد ثانيا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا خطاب جعل استطاعة السبيل شرط لإيجاب الحج ثالثا قول النبي عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث هذا حكم شرعي وضعي يقتضي جعل القتل مانعا من موانع الميراث أما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فيظهر في أن الحكم التكليفي يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالصلاة والزكاة أو تركا كسائر المنهيات بخلاف الحكم الوضعي فإنه لا يكون في قدرة المكلف أصلا مثل زوال الشمس وكونه سببا لوجوب الصلاة وقد يكون في قدرة المكلف لكن لا يؤمر به مثل بلوغ النصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج ترجمة نانسي قنقر